لمناقشة الموقف الأمريكي حول ما يجري في قطاع غزة في الستيديو ينضم إلينا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرغ مرحبا بك سيد سام لماذا ترفض واشنطن وقف إطلاق النار علما أن التصريحات الرسمية العلنية تدعو إلى ذلك وتدعو إلى حل الدولتين لماذا لا يتسق التصريح مع العمل إذن مساء الخير حسين وشكرا على السدافة شكرا على هذه الفرصة لأكون معكم هنا في الستوديو الجديد في الألحال والولدة المتاهدة الآن كما رأينا في هذه اللقاءات لكنا ندول الوزير بلينكين في زياراته كل المناقشات على حامش المؤتمر في ميونيك نحن نبذل كل ما في وسائنا لإنهاء هذه الهرب لإيصال المساعدة للشعب الفلسطيني لإطلاق صراء رحاء وأيضا لنبحث عن الأمكانية لنبدأ المناقشة ماذا سيكون بعد هذه الهرب نحن نرى أن الشعب الفلسطيني يستحق الدولة ولذلك نحن نبذل كل ما في وسائنا ولكن في نفس الوقت نحن نرى أن ليس من الممكن أن نتوقع أن أي دولة بما في ذلك الدولة الإسرائيلية أو أي دولة أخرى سيتجهل ما فعلت هذه هركات حماس في 7 أكتوبر طيب ولكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك أوراق ضغط على حكومة بن يمين نتنياهو بعض المؤشرات تشي بأن خلافا ما عدم قدرة النفوذ الأمريكي على فعل شيء وتحويل مسار الحرب هذا إلى مسار سياسي سيد سام إذن الولدة المتاهدة كانت ومزارت لديها علاقة مع دولة إسرائيلية منذ الآن أكثر من 70 سنة ولدينا الإمكانية بسبب هذه الألاقة لنتكلموا مع المسؤولين الإسرائيليين وجهة لوجهة لنترى الآسدة صابة عليهم لنسماء منهم ما هي الرؤية الإسرائيلية لإنهاء هذه الهرب لتوفير المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني إذن لديها هذه الإمكانية إذا هناك حاجة لممارسة ضغط على الإسرائيليين نحن لن نتردد في ذلك وكما رأينا من بعض التصريحات من رئيس بايدن من وزير بلينكين حان الوقت الآن للهكومة الإسرائيلية أن تقدم الرؤية كيف هي ستنتهي هذه الهرب طيب هل تعتقدون أن نتنياهو وأن حكومته يأخذون بعين الاعتبار المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي مراعاة الطلب الأمريكي بأنه عليك يا نتنياهو أن توقف هذه الحرب إذن بالنسبة للجزء الأول من سؤالك نحن دولة الوردة المتاهدة دولة لدينا مسالة أمريكية ونحن لا نتوقع أن أي دولة أخرى بما في ذلك إسرائيل أو لأي دولة أخرى ستخذ في العين الاتبار فقط المسالة الأمريكية إسرائيل هي الدولة لديها مسالة لدينا بين الوردة المتاهدة وإسرائيل بعض المسالة المشتركة ومنها آمن واستقرار في المنطقة وخاصة آمن واستقرار في إسرائيل والإمكانية للإسرائيليين والفلسطينيين يعيشوا بدون هذا الدمار والموت إذن نحن لدينا نفس الهدف في نهاية المطاف إذن السؤال أمامنا والأمام الإسرائيليين الآن كيف نحن سنوصل لهذا الهدف طيب كذلك الأرقام التي تأتي إلى الأجدار الأمريكية سيد سام ما الذي تعنيه لها سقوط أطفال ضحايا في هذه الحرب التي تشنها حكومة نتنياهو على قطاع غزة تعرف أنت كان هناك ثمة رأي متقدم لإدارة بايدن فيما يخص الحرب الروسية على أوكرانيا ما الذي يختلف فيه الحال بين ما يجري في قطاع غزة وما يجري في أوكرانيا إذن أولا هسين أنا لا أريد أن أقارن بين الوضع في أوكرانيا والحرب الروسية الآن تقريبا سنتين من هذه الحرب من الروسية على أوكرانيا بدون أي سبب وبدون أي تبرير ليس من الممكن أن نقارن ذلك مع الردود الفائل الإسرائيلية للهذه الحجمات من حماس في 7 أكتوبر إذن لازم نقول إن ما هي كانت الوضع في قطاع غزة قبل 7 أكتوبر بدون شك بدون شك قبل 7 أكتوبر كان معانا في كتا غزة كان نقص في كل الخدمات الأساسية ولكن هذه الإدارة من الأسبوع الأول من هذه الإدارة هي كانت تحولا تبذل كل ما في وسائنا لإستأنف العلاقات مع السلطة الفلسطينية استأنفت هذه الإدارة بالرغم من الإدارة السابقة الأمريكية قطعت العلاقات والمساعدات للفلسطينيين هذه الإدارة من الأسبوع الأول منذ أكثر من سنتين استأنفت تقديم المساعدة الإنسانية واستأنفت العلاقة بين الأمريكيين والفلسطينيين واستأنفت هذه الإدارة العلاقة مع السلطة الفلسطينية وكنا في هذا الترك ولكن ماذا وقع؟ وقعت هذه الهجمات الإرهابية من حماس 7 أكتوبر إذن نريد أن نضع المسؤولية لازم نضعها أيضا على حركة حماس طيب وزير الخارجية هذا رأي الخارجية الأمريكية تتحدث فيه أنت وزير الخارجية أنتوني بلينكنز زار المنطقة أكثر من مرة حتى اللحظة الناس تريد أن تعرف ما الذي يعرضه على السلطة الفلسطينية وما الذي يعرضه على الأطراف العربية التي يلتقيها مسألة حل الدولتين ما عدا يتحدث عنها الكثير مما رعاها سابقا لأنها يعني وصفت بالميتة هل ثمت شيء جديد تأتي به واشنطن للمنطقة فيما يخص القضية الفلسطينية؟ إذن الآن نحن نرى أن هناك اتفاق على سعيد واسع في المنطقة ليس منه ممكن أن أي مننا نقبل الظروف التي كان لدينا قبل 7 أكتوبر وليس منه ممكن أن نبحث عن حل لكل هذه السرعات والمعارقة والحرب بدون فعلا فعلا الجهود الوقائية للوصول إلى ليس فقط هذا الفكرة عن الحلم حل الدولتين لا هذا الشيء فعلا الآن نحن نرى تغير عميق كيف الوزير بلينكين كيف الرئيس بايدن يتكلموا حول الوضع الآن هم دائما يتكلموا فقط ليس فقط حول الحلم والفكرة أو النية لا هم يتكلموا حول إقامة دولة فلسطينية وما هي الظروف المناسبة ما هي الدور ما هو الدور الذي تلعبه كل الدول المجاورة لأنه ليس فقط للوريد المتاهدة التي تفرض إراداتنا على السلطة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني أو إسرائيل لازم كل أطراف المنطقة يسهموا ويتفقوا طيب يعني في الوقت ذاته ألا تخشى واشنطن من توريطها في حرب أوسع بسبب الاستفزازات التي تقوم بها حكومة بن يمين نتنياهو سواء في جبهة لبنان أو في الجغرافية السورية واستهداف بعض قادة الحرس الثوري وغير ذلك وهذا كله مرتبط بالقول بأن واشنطن في بعض الأحيان تضع إسرائيل في مقدمة الطائرة وتجلسها في الخلف وتقول لها تقدمي وهي حرب بالوكالة هذا مخشى منه؟ إذن صعب لي نضع المسؤولية في كل هذه التطورات ونشاطات مزازة الاستقرار على الولد المتاهدة أم إسرائيل عندما كنا نعرف بدون شك أن من يمول مثلا حزب الله؟ من يمول وكان يدعم حماس؟ من يمول ويدعم هذه الملاشيات في الإراك والسورية؟ من يدعم الهوثيين؟ إذن كنا نعرف بدون شك معروف أن النظام الإيراني هو الذي يمول ويدعم ويشجع كل هذه الملاشيات والمجموعة الإرهابية التي تقوم بنشاطات مزازة الاستقرار والتي تدخل في شؤون دخلية في الدول المجاورة وهو النظام الذي يمارس القمع ضد مواطنيها إذن صعب جدا لنسمع أن الولد المتاهدة أم إسرائيل تتحمل المسؤولية أن ماذا تفعل الهكومة الإيرانية؟ طيب، ما مدى طريقة أو رضة تعامل الإدارة الأمريكية الحالية مع حكومة بن يمين نتنياهو في ظل وجود متشددين يوصفون بالمتطرفين من وزرائه وهم كذلك أحدهم ممنوع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية سيدسا إذن كما نقول في البداية الهوار الولد المتاهدة كانت لديها العلاقة مع إسرائيل كدولة والهكومة منذ الآن سبعين سنة ونحن سنكون لدينا علاقة مع إسرائيل برغم من هو الرئيس الوزراء منهم المسؤولين ولكن هذا لا يعني أن نحن نتفق مع كل الأفكار وكل المواقف التي نسمعها من بعض المسؤولين الإسرائيليين كما أسمعنا وكما رأينا منذ أسابيع عندما كان هناك بعض التصريحات التهريدية كان بيان واضح من الوزراء الخارجية ضد هذه التصريحات التهريدية من بعض المسؤولين منهم سموتريتش وبينغافير وهؤلاء ونحن نرفض هذه التصريحات التهريدية عندما هم يتكلموا حول تحجير قصر الفلسطيني من أراضيهم نحن نضد هذه وكنا نكون واضحا جدا حول المبادئ الأساسية من ورد المتاهدة ومنها لا لأي إيادة الاحتلال الإسرائيلي في كتا غازة ولا لأي تهجير قصري للفلسطيني من أراضيهم من كتا غازة التهجير القصري سيد سام الآن حكومة نتنياهو أعطت أمرا للجيش بالتحرك نحو رفح ورفح هي آخر نقطة يلجأ إليها الغزيون أبناء قطاع غزة بعدها تأتي مصر كيف يمكن التنسيق ما بين موقف الولايات المتحدة الأمريكية الصارم بأنه لا يمكن القبول بتهجير الفلسطينيين وما تعتزم القيام به حكومة نتنياهو في رفح نعم وحتى الآن لا نرى أي خطة بتفاصيل من الجانب الإسرائيلي حول أي عملية أسكرية في رفح نحن ضد أي عملية أسكرية في رفح التي لا تخذ الآن لتبار هؤلاء أكثر من مليون فلسطيني الآن في هذا المكان إذن نحن هاتا الآن لا نرى أن هناك ظروف مناسبة للهكومة والجيش الإسرائيلي لتعامل أي عملية أسكرية في هذا المكان ونحن هذا بضبط ماذا كان يعبر الوزير بلينكين والرئيس بايدن عندما هم كان يتكلموا بضبط نفس الشيء عندما كان نائب رئيس هارس في ميونيك كانت تتكلم مع المسلمين الإسرائيليين في نفس الشيء ونحن سنستمر في ذلك ونحن نستنى أي فكرة أو رؤية واضحة من الجانب الإسرائيلي بالنسبة للعملية الأسكرية مسألة الرهائن مسألة مهمة بالنسبة للرؤساء الأمريكيين سيد سام تعرف أنت عندما كان في زمن بعيد هناك رهائن يعني تمت هناك قالت رؤساء وجاء رئيس أمريكي غيره يعني كانت هناك إشكالية كبيرة إلى أي حد يحرج وجود أمريكيين لدى حماس إدارة بايدن في طريقة التعاطي مع حكومة بن يمين نتنياهو كلما كان هناك قصف تقول حماس بأن رهينة ما أو أسيرا ما قد قتل وهناك أمريكيون نعم إذن كأي دولة أي دولة بما في ذلك المتحدة أو أي دولة أخرى لازم تفكر بمواطنيها وأي دولة لازم تأخذ هذه المسؤولية لحماية مواطنينا ولذلك حتى الآن هناك بعض الأمريكيين في يد حركة هماس في كتاكاسا أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة ولكن من الممكن أن أؤكد أن هذا من أولوياتنا الرئيسية لإطلاق سراء عنهم ليس فقط الأمريكيين ولكن أيضا الإسرائيليين وهناك بعض الراهة من بعض الدول أخرى ونحن نبذل كل ما في إسائنا كما رأينا هناك بعض المناقشات في قطر في مصر في بارس إذن نحن نستمر في هذه المناقشات ليس من الممكن أن نتكاهن النتيجة ليس من الممكن أن نكون نحن متفاعلين ومتشاهمين ولكن نحن الآن نستمر في كل هذه المناقشات ومفاوضات نعم شكرا جزيلا لك على الوقت الذي منحتنا إياه المتحدث الأقليمي باسم الخارجية الأمريكية سيد سامويل ويربيرغ شكرا جزيلا لك